أهلا بكم مشاهدين تقدم خاطف حققه الحجد الشعبي بوصوله إلى الحدود العراقية السورية وبالتوازي اقتربت القوات العراقية من تحرير الموصل بالكامل وصول الحجد إلى الحدود جاء بعد أعلانه تحرير قرية تارو وبحسب الأمين العام لمنظمة بدرهاد العامري فأن القوات تمركزت في منطقة أم جريس على الحدود السورية العراقية الحجد كان قد مهد للوصول إلى الحدود بالسيطرة على نحية القحطانية في إطار عملياته لتحرير قضاء البعاج المحادي للحدود السورية وحرر عددا من القرى في منطقة جبل سنجار وهي لمليحات وارفيع وقبة الوهبي والحاتمية والقابوسية قرية كوجو كانت من أبرز القرى المحررة وهي القرية التي شهدت عام 2014 اختطاف عناصر داعش لمئات النساء الآيزيديات الحجد علن أيضا تحرير مجمع الجزيرة السكني غربي القحطانية حيث قتل تسعة عشر عنصرا من داعش بعد وصولها إلى الحدود ستبدأ قوات الحجد عملية تطهير الحدود العراقية السورية انطلاقا من أم جريس باتجاه قضاء القائم بحسب ما أعلن العامري أما على مستوى الهجوم داخل قضاء البعاج فيتوقع أن تتوجه قوات الحجد نحو ناحية البعاج التي تعد أبرز معاقل داعش في المنطقة والوصول إليها يحتاج إلى تحرير قرى قبر هاجر تل دويش وعرناء أما على جبهة الأحياء القديمة في الموصل فتواصل قوات الشرطة الاتحادية تضييق القناق على مقاتلي داعش حيث سيطرت على مواقع حيوية في حي الزنجيل وباتت تطوق عناصر داعش في مساحة ضيقة جدا على الضفة الثانية من الحدود يواصل الجيش السوري تثبيت نقاطه على جبهة طريق التنف في المناطق التي حررها شمال مثلث ضاضة امتدادا نحو الشمال إلى مشارف تدمر التقدم السريع أزعج قوات التحالف الدولي التي تسعى إلى عرقلة وصول القوات السورية إلى الحدود العراقية وقد تحدثت مواقع مقربة من فصيل مغوير الثورة الذي تديره القوات الأمريكية وتدربه في قاعدة التنف عن إلقاء طائرات التحالف مناشرة فوق مناطق تقدم قوات الجيش وحلفائه في منطقة استراحة الشحيمي تطالبهم فيها بالانسحاب نحو منطقة السبع بيار